أخت أسماء من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول يعني في آخر يومين من رمضان انتشر فيديو فيه كلام بأن حديث أن الله تعالى يعتق في آخر ليلة من ليالي رمضان بقدر ما أعتق في رمضان تسأل عن صحة هذا الحديث أختي أسماء بارك الله فيك و رضي الله عنك و وفقنا الله و إياك و جميع المسلمين لكل خير و جعلنا الله و إياكم من عتقائه من النار بالنسبة للأحاديث الوارد فيها ذكر العتق من النار في رمضان على نوعين أحاديث صحيحة و أحاديث ضعيفة الأحاديث الصحيحة وردت في السنن أن النبي عليه الصلاة و السلام أخبر أن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار هذه أحاديث صحيحة كل ليلة من ليالي رمضان لله تعالى عتقاء من النار الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أيضا ما ورد بأن في آخر ليلة من رمضان يعتق الله عدد ما أعتق في رمضان هذا لا يصح هذا لا يصح وبعدين هذا يكون من باب تحصيل الحاصل ولذلك اختلف هذا لبارك الله بك الأحاديث التي فيها بأن الله يعتق في آخر ليلة من ليلة رمضان عدد ما أعتقه في أيام رمضان هذا لا يصح منها شيء الأحاديث التي فيها بأن الله يعتق كل ليلة من ليلة رمضان أو لله في كل ليلة عتقا نعم هذه أحاديث صحيحة